مجلس التعاون الخليجي عن إرادة وطموحات قادة وشعوب دول المجلس في إنشاء منظومة أساسها التعاون والتوافق على السياسات ومواقف تعزز أمنة واستقرار المنطقة معنا من رياض الكاتب والباحث السياسي السيد عبدالله ناصر الاعتبي أهلا بك سيد عبدالله معي في غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية سيد عبدالله الآن هو ظرف مختلف تماما قمة خليجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تمر المنطقة في كثير من الأحداث ما الأولويات؟ كيف ستعتقد سيكون مشهد يوم غد؟ خصوصا في الوفود المشاركة يعني أنا أعتقد أنه دائما قمة الخليج تنعقد في ظروف حساسة ودقيقة يعني ربما العشر سنوات الأخيرة وربما أكثر دائما نتحدث على أن هذه القمة تمثل تحديا جديدا وتنعقد في ظروف دقيقة ربما سمعنا هذه الكلمة كثيرا لكن أنا أعتقد أيضا أن هذه السنة تحديدا ربما فعلا تمر المنطقة بظروف دقيقة مجلس التعاون الخليجي يقترب عمره الآن ربما من الأربعين سنة حقق بعض المنجزات لمواطني مجلس التعاون الخليجي لكن الطموحات بالطبع كانت أكبر وأكثر ربما خلال الثلاثين سنة الماضية ربما خلال الثلاثين سنة الماضية استطاع المجلس أن يحتفظ بوجوده في ظل عالم مضطرب يعني كثير من المجالس العربية تشكلت خلال الفترة الماضية لفترات قصيرة ثم انتهت كثير من الاتحادات أيضا قامت وانتهت حتى الاتحاد الربي اليوم نرى هناك تخلخلا في الاتحاد الربي بما أن مواطني مجلس التعاون الخليجي كان يطمحون إلى أن يتحصلوا على بعض ما يتحصل عليه المواطن الأوروبي لكن الآن أيضا نرى هناك خروج من الاتحاد الأوروبي بدأت في بريطانيا وربما تكون هناك دول أخرى أنا أعتقد أن المشتركات كثيرة التحديات أكثر لكن يجب أيضا أن تكون دائما القضايا الداخلية نظيفة في المجلس يجب أن تعرف دول المجلس أن هناك أولوية لهذه الدول الست في مقابل هذا العالم المضطرب يجب أن يكون الصوت واحدا مثل ما ذكرت أنت في بداية حديثك يعني عندما يتحدث تتحدث دول المجلس التعاون الخليجي بصوت واحد أمام العالم أنا أعتقد أن في هذا قوة لكن عندما تكون هناك أصوات عدة عندما تكون هناك اتفاقيات عدة اتفاقيات فردية مع دول أخرى اتفاقيات لا تسير بمنهجية مجلس التعاون أعتقد أن هذا ما يؤثر على مجلس التعاون لكن يبدو أن هناك حرصا من بعض الدول في المجلس على أن يظل الدول وعلى رأسيها السعودية على أن يظل هذا المجلس قائما لأن وجوده أهم وأكثر فائدة بكثير من عدم وجوده ما الذي ممكن أن نشهده بالغد سيد عبد الله خصوصا من ناحية وصول الوفود من ناحية الملفات المطروحة التآلف التكامل هل سنرى مشهدا مختلفا بالغد ما الذي على المشاهد يتوقعه غدا والله أنا أعتقد دائما قمة مجلس التعاون بالنسبة للقضايا السياسية أعتقد أنها دائما تتم في اللقاءات البينية بين الدول في التنسيق المشترك المتبادل بين الدول بشكل دوري وشكل مستمر أنا أعتقد أن المجلس التعاون ربما تقل في حضوظ الملفات السياسية بجانب الملفات الاقتصادية المجالات التنموية المجالات الاجتماعية نحن نعرف مثلا أن العلاقات البينية التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي هي حوالي 148 مليار دولار هذا أمر يحق لنا الافتخار به يعني يحق لنا أن نفتخر بهذا المجلس أيضا هناك لقاءات وتعقد بشكل مستمر في المسائل العسكرية وفي المسائل التعليمية وفي المسائل التنموية لذلك أنا أعتقد أن كثير من المشاهدين ربما يفكرون في كون يوم غد سيحمل خروجا للأزمة القطرية مثلا الأزمة الخليجية الحاصلة أنا أعتقد أن هذه ربما لا تناقش في مثل هذه اللقاءات حتى أنا ربما لا أعرف هل سيكون أمير قطر موجود أو لا لكن أعتقد أن باقي دول الخليج ستمثل بزعاماتها فبالتالي أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك انفراجا أو حلا لأزمة قطر ربما هذه لها مسائل أخرى لها شروط معينة متى ما تحققت هذه الشروط ربما تعود قطر إلى الحزن الخليجي لكن أنا أعتقد أن المجلس وجد لدعم الاقتصاد الخليجي لدعم الجوانب التنموية والاجتماعية وأنا أعتقد أن هناك شبه اتفاق بين الدول الخليج على هذه المسألة من ناحية أخرى كما قلت المجلس وجد لتحقيق رغبات وطموحات أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكثير من الأمال تم تحقيقها لكن لبرها من الزمن طويلة لم يتم تحقيق باقي تلك الأمال الكبيرة ما الذي يمكن فعلها؟ كيف نستطيع إيجاد قفزات في التكامل الخليجي حتى بين أبناء دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ أنا أعتقد أن توحيد الصوت الخليجي في مواجهة العالم أنا أعتقد أن هذا سينعكس على إنجازات المجلس للدول الخليج العربية لكن عندما يكون هناك مثلا أصوات معينة تتحدث بشكل ربما يضر حتى بأعضاء آخرين للمجلس أعتقد أن هذا ربما يبط حركة المجلس لكن الجميع متفق الحقيقة على ضرورة وجود هذا المجلس المجلس حقق لدول الخليج من المنجزات الكثير ربما على أقلها عدم تدخل الدول الأجنبية في المصالح الخليجية إلى قبل سنتين فقط هناك دول كانت تحاول كثيرا أن تجد لها موطق قدم في دول الخليج العربية وكان هناك سياجا خليجيا حاميا للمنطقة ربما دخلت بعض الدول قبل سنتين بسبب أزمة قطر فبالتالي أنا أعتقد أن إنجازات مجلس أو إنجازات دول الخليج مجتمعة يجب أن تتوازى مع هذا الصوت الموحد لهذه الدول ولنكون صريحين أكثر أنا أعتقد أن صوت قطر يجب أن يكون متناغما منسجما مع صوت الدول الخليج الأخرى لا يجب أن تتعدد قطر بعيدا أو أن تغرد بعيدا يعني خلال الفترة السنوات الماضية القليلة الماضية كان لها صوت منفرد عن دول المجلس فكان هناك حلم من دول أربع في مواجهة هذا الشذوذ في المواقف الخليجية فتمت مقاطعة قطر من سنتين وفرضت بعض الشروط المعينة أنا أعتقد أن القطريين متى ما اعتقدوا أن وجودهم تحت مظلة الخليج أقل تكلفة من وجودهم تحت مظلات أخرى أعتقد أنهم سيعودون لدول الخليج أنا دائما أقول أن استحقاقات وجود قطر تحت مظلات أخرى غير دول الخليج أكثر تكلفة من وجودها تحت مظلة الخليجية فأعتقد أن القطريين متى ما أدركوا هذا الأمر سيعودون لدول الخليج وأعتقد أن الخليجيين بشكل عام حارسين على هذه اللحمة حارسين على هذا الوجود أشكرك أنا معي من رياض الكاتب والباحث السياسي سيد عبدالله ناصر الاعتيبي شكرا جزيلا لك